إلى البرصة المصرية مشاهدين التي ربحت خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 54.3 مليار جنيه مدعومة بقرارات البنك المركزي والحكومة الداعمة للاقتصاد في مواجهة تدعيات الأزمات العالمية ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بها البرصة نحو 750 مليار جنيه مقابل 695.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن البرصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية EGX30 بنسبة بلغت 9.16 في المئة ليبلغ مستوى 11700 هو 9.16 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نسبة بلغت 5.32 في المئة ليبلغ مستوى 1995.45 نقطة كما شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 وهو الأوسع نطاقا بالطبع الذي أضاف نحو 6.1 في المئة ليبلغ مستوى 3022.23 نقطة